اهلا بيكو اصدقائي وحلقة جديدة من بتقرص تحييره معاكم موسيم. الحقيقة فيه تعليقات كتيرة كده كانت جات من ناس كتيرة من صحابنا يعني بتتكلم في حوار القلق من ان الناس تسبنا التعلق يعني الى ما شبه زلك يعني يعني من تعليقات كتير من كزا حد يعني من اصدقائنا يعني فحبيت ان انا اعمل الحلقة دي عشان اتكلم عن القصة دي قصة هي مجملها كده انا بخاف من ان الناس تسبني فسوا بقى انا متعلق بيهم انا ماليش شخصية معاهم يعني مش واخد حق معاهم ما بقدرش اعمل حدود يعني كل الاسباب اللي بتؤدي لذلك بس انا في الاخر المحاصلة النهائية ان انا خايف ان الناس تسبني الخوف ده هيخليك تعمل حاجات هتؤدي بيك لعلاقات غير صحية يعني بتقبل حاجات المفروض ما تقبلهاش اا ما لكش حدود مع الناس الناس مش بتحترمك الاحترام الكافي اا الناس واخدينك كده يعني ايه اا على جنب الناس ما بتعملكش كويس الناس ما بتصقش فيك اا ملكش وزن وثقل في علاقاتك مع اللي حواليك فدي في الحقيقة مشكلة ان انت تكون من جواك بالصفات دي كلها ما بينك ما بين الناس اللي حواليك او في علاقاتك فدي مشكلة لان برضو هيجي في يوم الايام برضو هيسيبوك لان دايما الناس بتحب الانسان الواثق من نفسه دايما الناس بتحب الانسان اللي عارف قيمة نفسه فا ايه واحد تتخيل ان انت لما بتوافق على اي حاجة او بتقول على اي حاجة اه اا او ما بتحبش زال حد ايا كانت الصور اللي انت بتتبعها لان في الاخر جواك حاجة بتخوفك من ان الناس دي تسيبك او تفقد صداقات او تفقد علاقات فالموضوع ده عايز له حال مبدأ كده مبدأ كده يمكن انا كنت اتكلمتي فيه قبل كده مفيش حد بقيلك الا انت يعني دي عنوان بس يعني انا لسة لسة هتكلم في تفاصيل ايه هي العلامات اللي بتدل على انك خايف من جواك انك تفقد اللي حواليك وايه هي الحلول بس انا قبل ما ابدأ في القصة دي انا عايز اقول لك بس مبدأ كده وعنوان تحطه كده قدامك مفيش حد بقيلك يا صديقي الا انت انت وفقط ربك سبحانه وتعالى خلقك معاك انت بس اي علاقة تانية في الدنيا في الدنيا عشان كده انا بحط تحت هيخطوط كده في الدنيا غير علاقتك طبعا ببنا علاقتك ببنا دي علاقة مش في الدنيا دي علاقة ما بينك وبين ربنا فهي دي العلاقة الوحيدة اللي بقيها تاني علاقة العلاقة نعم انت مع نفسك بعد كده مفيش اي علاقة بقية. ايا كانت الاسباب قلناها قبل كده ايا كانت الاسباب. حتى اقرب الاقرابين ليك واحب الاحباء ليك ممكن لقد الله الموت تخليك تفقده. فتبدأ هو لو حد عزيز قوي عليك ميت انت هتعمل ايه? لو انت عندك تعلق شديد. او خوف شديد من الناس تسيبك. مش اقول لك بقى الناس تسيبك يعني عشان هم عايزين يسبوك لا. لقد الله حد قريب منك مات. سنت الله في الارض يعني. طب انت هتعمل ايه? هتموت وراه? مش حد بيموت عشان حد. حد بس هتفضل عايش الباقي من حياتك. عايش ومش عايش. يعني يعني انت مش هتموت وراه في عليا بس هتبقى ميت. لان انت متعلق بحد بانسان بشكل يخليك تفقد السيطرة على حياتك في حالة فقده. فبايا كان الموضوع عايز حل. طيب خلينا كل واحد كده هنعمل ايه استكشاف لنفسنا. يعني هنعمل كده فحص كلنا كده مع نفسنا. كلنا نجيب الوقت او القلم الحلوين كده. وكلنا نعمل فحص كده مع نفسنا نشوف انا عندي موضوع الخوف ده يعني هل انا في علاقاتي دي دلوقتي? هل انا بقبل اللي بقبله او ما بحبش حد يزعل مني? او بقول اه على اي حاجة او الكلام ده كله عشان? انا عندي العلامات دي وخايف من ده ولا لأ? اه اول علامة من انك خايف ان الناس تسيبك ان انت خايف جدا وقلقان جدا بتحس بتوتر جدا لما بس تتفكر في فكرة ان انت ممكن تفقت حد او ممكن تفقت صاحب من صحابك او الناس يسيبك وتمشي او وهكذا. فالقلق الشديد اللي انت بتحسه ده اول علامة واقوى علامة بتقول ان انت عندك من جواك خوف من ان الناس تسيبك. تاني حاجة ان انت بتكون علاقاتك بصعوبة. يعني انت مش من الناس اللي بتكون علاقات سريعة. او مش من الناس اللي بتكون علاقات اه باريحية. يعني محتاج وقت عبال ما تكون علاقات. محتاج وقت عبال ما اتصق في اللي قدامك. محتاج وقت اه اه انك تتعرف وتعرف تتكلم مع حد جديد. اه بتميل ان انت تبعد عن الناس الجديدة. يعني انت عندك دايرة كده مقفولة عليك. خايف او انك تفقتها بس انت في نفس الوقت مش عايز تعمل علاقات جديدة. فده نوع من انواع الخوف انك تفقت اللي حواليك. تالت حاجة ان انت دايما محتاج ان الناس اللي حواليك سواء صحابك بقى سواء اهلك سواء اي حد ان هما يطمنوك دايما ان هما انت كويس. يعني اه احنا مستوطين منك. فانت دايما عندك الاحساس ده. دايما عايز تسمع كلمة انا بحبك. دايما عايز تسمع كلمة انت كويس. دايما عايز تسمع كلمة انا مقداش عبادة عنك. اي كلام من الكلام اللي هو بيؤكد ان هو مش هيمشي. فدي انت محتاج على اصول انك تسمعها. رابح حاجة ان انت مجرد ما بتقعد وحيد شوية بتضطرب جدا. عندك خوف من الوحدة. او الحاجات اللي بتحفز ان او بتبين ان اللي قدامك ممكن يسيبك ويمشي. اه سواء بقى اه وحدة جسدية يعني قعد لوحدك كده جسميا يعني. او حتى وحدة عطفية اللي انت مش لاقي حد يشاركك عواطفك ومشارك والكلام ده كل. ده بيسبب عندك خوف. وبيسبب عندك قلق شديد. خمس حاجة اللي انت دايما خوفك بيخليك تعمل تجنب. تجنب لمواقف. تجنب لانشطة. تجنب لشغلك على نفسك. تجنب للنمو الشخصي. تجنب انك تعمل حاجة جديدة في حياتك. متجنب حاجات كتير قوي. وقافل نفسك على هداية العلاقات اللي عندك. سادس علامة ان انت عندك الخوف ده ان انت حساس جدا لاي علامة من علامات التخلي او من علامات ان اللي قدامك يسيبك. اي علامة حتى لو كانت بسيطة. حتى لو كانت بسيطة يعني تشغل شوية يعني واحد مثلا صاحبك او صاحبتك انشغلت عنك شوية. تبقي مش قادرة تشوف في قد دانيا يعني يعني كل شوية تكلميها طب هنا بيكلميني طب هنا بمستنيها مكلمتك هتقول ماشي عكا خلاص وكلمك وتنسى عادي كلنا بننسى وكلنا بننشغل وكلنا ده بيخليك بتبالغ في رد فعلك. في المواقف دي لان انت ده بيبقى عندك خوف شديد من ان العلاقة دي او الشخص ده او الشخصية دي تسيبك. طب احنا كده عارفنا شوية علامات. كل واحد فينا قيم نفسه كويس اللي هم يعني عندهم قلق من القصة دي لان القلق يختلف فيه ناس بتحبش تقعد وحيدة كحب يعني. ما عارفش عدل واحد دي وفي ناس لأ بيبوصل للمرحالة الخوف ان الناس تسيبوا. فكل اللي بيعاني اللي بكان بعات لي كومنت وكان بعاتي استفصال بخصوص القصص دي. كل واحد كده يكون كتب الست نقط دول في وراء او قلم. ويقيم كده هل في من دول علامة موجودة فيه ولا لأ? لو موجودة فيه تعرف ان انت عندك جواج خوف من ان الناس تسيبك. هلخص لك كده العلامات كده سريعا مع بعض. علشان اللي مالحيش يكتب. اول حاجة ان انت خايف جدا وقلوق جدا من انت هتخيل فكرة ان حد يسيبك. تاني حاجة ان انت عندك صعوبة شديدة جدا في تكوين علاقات جديدة. وبتتجنبها بتتجنب الاقتضاء من الناس قوي يعني اي حاجة في سبيل علاقات جديدة انت بتتجنبها. تالت حاجة اللي انت دايما محتاج ان اللي يطمنك ان اللي انت على علاقة بيه طمنك. انا كويس انت كويس انت انا بحبك انا مبسوط معاك الكلام ده كله. رابع حاجة اللي انت بتخاف جدا من الوحدة انك تقضل وحدك سواء جسديا او حتى الوحدة العطفية ان انت تكون بتعاني بمشاعرك بنفسك او بتحس بمشاعرك بنفسك انت لفاقة فقط وفي حد بيشاركك فيها. رابع حاجة ان انت اه دايما بتتجنب الانشطة والحاجات الجديدة وبتتجنب الحاجات اللي فيها بقى تنمية لنفسك بتتجنب اي اي حاجة جديدة بتعملها في حياتك. سادس حاجة اللي انت عندك حساسية شديدة جدا من اي علامة من علامات اللي ممكن تقولك ان اللي قدامك ممكن يتخلى عنك او ممكن يسنبك زي مسلا انشغلوا عنك او عدم الاهتمام بك لفترة او الكلام ده كلنا بينشغلوا كلنا بالدنيا بتاخدنا شوية. لو انت بتاخد موضوع ده بحساسية شديدة. وآآ رضي فعل شديد يبقى انت عندك خوف من جواك من ان الناس تسيبك. دول الستة حاجات. رجعهم كده مع نفسك وشوف انت فقاني حاجة من دول. لو عندك حاجة من دول يبقى انت عندك خوف. طيب اساعد بقى انا ساعد نفسي ازاي او اطلع ازاي من حالة الخوف دي. واشتعلق نفسي من حالة الخوف من ان الناس تسيبهم. اول حاجة ان انت اللازم تعترف. تعترف لنفسك ان انا عندي الخوف. عشان كده انا قلت لك العلامات في الاول. اول سبيلك لانك تخلص من الخوف ده انك تعترف فعلا ان انت عندك خوف ما تقوحش بقى ما تقولش لا والله اصلا بحبش اعود الواحد. اصلا انا مش عارف مفيش حد ده هيقول ليجي يقولك لا والله انت اصلا انت كزا وانت لا انت مش انت قلقان وخايف والكلام ده كله خلاص انت مصمم تتحكي على نفسك يبقى مش هتعب في تتعالك او مش هتعب تنمي نفسك او تشعر نفسك في الطريقة ده. انما اول حاجة ان انت لازم تعترف وتقول ايوة انا خايف من اللي حوالي يبعدوا عني. دي اول حاجة. تفهم مشاعرك كويس. تاني حاجة اللي انت تدور كده ايه الاسباب الجزرية للقصة دي. يعني هل هي حاجة مسلا من ابو انت صغير? هل هي موقف حصل لك مسلا حد بعيد عنك فجأة حد تغير عليك فجأة فانت خدت السبيل ده ولا ايه يعني? لازم تقعف اسبابك الجزرية عشان تشتغل على سبب الجزر ده. تالت حاجة اللي انت بقى لازم يكون عندك من جواك تحدي لمعتقداتك السلبية. لان الخوف غالبا بيجي من معتقدات سلبية. انا حوالي نفسك يعني معتقدات سلبية حوالي نفسك. او تخيلك عن نفسك. فلازم دايما تتجنب الافكار السلبية بتجيلك عن نفسك. الناس هتبعد عني. الناس مش بتحبني. الناس اه انا انا مش كويس. الكلام ده كله دي افكار سلبية بتجيلك علشان مخوفك دي. وبتزود مخوفك. فانت حاول تبعد عني. رابع حاجة اللي انت تبتدي تشتعلها نفسك من ناحية احترامك لزيتك وتقديرك لنفسك. لازم تعرف قيمة نفسك كويس. لازم ان انت تكون واثق من نفسك واثق من مظهرك واثق من حياتك واثق من اسلوب كلامك واثق من نفسك كويس قوي. علشان تقدر تكون مستقل على التبعية للناس اللي حواليك وخوفك من انهم ينسحبوا من حياتك. خمس حاجة ودي اهم نقطة ان انت تحط حدود صحية في اي علاقة في الدنيا. لازم حدود صحية تلقى مع العلاقة مش مع نفسك. خلاص انت في علاقة مع حد تاني يبقى لازم تحط حدود صحية. ايه احتياجاتك وايه توقعتك من العلاقة وايه اللي انت عايزه كل ده توصله. بشكل سليم. وتوصل كمان احتياجاتك او اه وتوصل كمان حدودك بشكل سليم عشان ما حدش هتعدى حدوده معك. آم. لازم تهتم بالحاجات والانشطة اللي اللي بتخرج من المود. او يعني اهتم بنفسك شوية. اهتم بنفسك من حيس بقى انك اه تماثل حاجات انت بتحبها تماثل الانشطة والهوات اللي انت بتحبها. الحاجات اللي بتخرج من بتفصلك عن الشخص اللي جواك. اللي هو خايف من الناس دي سيبه. انشطة ويستحسن طبعا ان هي ما تكونش بقى انشطة مع نفس الاشخاص اللي انت خايف انه هم يسبوك يعني. يعني يستحسن في الحالة دي في حالتك دي انشطة فردية مش انشطة جامعية. آآ النقطة اللي بعد كده ان انت ممكن تبتدي تعرض نفسك تدريجي للحاجات لمؤشرات ان الناس تابد عنك. يعني المواقف اللي انت بتقلق منها. وتقول ده هوم اوبا اصحابي هيبعدوا عني. انا فلاني انشغل عني. انت عرض نفسك لها. يعني انت انشغل مسلا عنه. انت انسحب شوائي. اه تسعى التليفون مسلا الشخص ده ما تردش. فانت انت اللي تخلق المواقف اللي هو بيخوفها. احنا عرفنا المواقف اللي هي بتخوفنا? فاحنا نخلق احنا المواقف اللي هي بتخوفنا? علشان نبدأ نجربها. على خفيفة. فلما تيجي بقى من الطرف الاخر دي على تقيل او تيجي فعليا. فانا بقول دي جربتها فانا خلاص انا واحد مناع زي كده نظام المصر. طبعا اخر نقطة لو حاسس ان كل النقطة مش هتمشي معاك يا ابن انت لازم تروح لحد متخصص لازم تروح لدكتور نفسي متخصص. علشان هو اللي يقول لك بقى تمشي ازاي وتعمل ايه? تلخيصا لللي احنا قلناه في الحلقة بتاعت النهاردة احنا قلنا ان ما ينفعش ان انا اخاف من اي حد يسيبني. لان اه العنوان اللي احنا حطناه في اول الحلقة قلنا مفيش حد بقيلك الا انت. ده فعليا ومنطقيا وحققيا يعني انت لو فكرت فيه هيمين شمال هتلاقي ان فعلا مفيش حد بقي معاك لغاية ما تموت الا انت. ربنا سبحانه علي اولا وانت يعني ما فيش حد هيبضل معاك. فلازم اي علاقة في الدنيا لازم احط في دماغي ايمان راسخ كده جوايا ان انا في يوم الايام ممكن نفقته. فاهيق نفسي لمحالة الفقد. علشان ما باش متعلق مرضي يخليني خايف من ان الناس تسيبني. وهو ده الانوان للحلقة بتاعت النهاردة ان انت خايف من الناس تسيبك. العلامات اللي بتدل على انك خايف من الناس تسيبك اول علامة ان انت بتقلق قلق شديد جدا من مجادل فكرة ان الناس تسيبط عنك. تاني حاجة ان انت عندك صعوبة في تكوين علاقات جديدة والحفاظ عليها. التالت حاجة ان انت دايماً محتاج اللي يقولك انت كويس. دايماً محتاج يقولك ان انا جنبك. دايماً محتاج حد يطمنك. ربنا حاجة انت خايف دايماً من الوحدة او الحاجات اللي بتبين ان الودناء ممكن يسيبك ويابد عنك. خامس حاجة ان انت دايماً بتتجنب الانشطة اللي فيها اه التنمو ليك او طلاب جديدة او الكلام ده كله سادس حاجة اللي انت عندك حساسية جامدة جدا ورد فعل اه اه مفرط يعني بالنسبة لي اي علامة بتدل لان اللي قدامك مش مهتم بيك او بدأ يباد عنك. عشان تتغلب على الخوف من الهجر لازم تعمل الخطوات اللي احنا هنقول عليها دي. اول حاجة اللي انت لازم تعترف بمشاعرك. لازم تكرر وتعترف اللي انا ايوا انا من جوايا خايف من ان الناس تسيبني. وعايز عالج نفسي بنفسي. تاني حاجة اللي انت لازم تعرف في الاسباب الجزرية ايه? ايه هي الاسباب اللي انت ماشي عليها? ايه هي الاسباب اللي سببت لك ده? تالت حاجة اللي انت لازم دايما تتحدى المعتقدات السلبية عن نفسك. فكرة ان انا خايف من ان الناس تسيبني لازم اتحدى الفكرة دي. لازم اتحدى فكرة ان انا محتاج الناس اللي حوالي. لازم اتحدى فكرة ان انا آآ قليل عن الناس اللي حوالي. لازم اتحدى فكرة ان انا خايف من ان الناس اللي حوالي يسيبوني. لازم اتحدى الفكرة دي واكون قوي قدامها. ربما حاجة اللي انت تبدأ تشعر نفسك وتبتدي تبني احترامك لنفسك وتقديرك لزيتك وتعرف قيمة نفسك كويس جدا. خامس حاجة اللي انت لازم تحط حدود صحية في كل علاقاتك. سادس حاجة اللي انت لازم دايما تهتم بنفسك وتمارس الانشطة اللي بتخرجك من المود او بتشيل عنك الاسترس والقلق شوية. ويفضل انشطها الفردية بعيدا عن العلاقات لان انت مشكلتك في العلاقات. اخر نقطة لو انت حاسس ان مش قادر تشعر نفسك لازم تستشير طبيب متخصص علشان هو اللي هيقول لك انت تقدر تعمل ايه? اتمنى تكون الافكار واضحة اللي في الحلقات دي. اتمنى تكون آآ جاوبة على معظم التعليقات او الاستفسارات اللي جاتني بخصوص موضوع التعلق والخوف والتعاون مع الناس والكلام ده. آآ انا كنت بس الفترة ده اتخاط عليكو شوية في في الربد بالنسبة اللي اللي بعتلي. بس لاني كنت بعايز اعمل حلقة كاملة عن ايه هي الاعراض وايه ازاي اعطا اتعامل آآ معاها. لو حد لسه عنده اي استفسار طبعا يسوموا لي في الكومنتات. ولو جديد معنا بتنساش الانسابسكرايب وشوفكم نشوف اللي جايه على كل خير.